ده مشوار طويلة دكتور مهدي نعمل ايه في الخطر الداهم؟ لما هو يتعامل بالتوازي وفي نفس التوقيت المحضن بقى اللي بعد كده هو محضن مهم جدا المحضن الاعلامي والدراما دول هنشبكوا مع بعض الحقيقة الناس كتير من اخلاقياتها ومن تصرفاتها بتاخدها من المصادر الاعلامية سواء الاعلام التقليدي او الاعلام الالكتروني الاعلام التقليدي ده يعني ممكن التحكم فيه لانه ده فيه مؤسسات وإدارات بديه منضبط فده اللي نعرف نيه نتصرف فيه الحقيقة كان فيه في الفترة اللي فاتت يعني خطاب اعلامي كان برضو فيه نوع من الاستقطابية والأفكار العدوانية شوية والحاجات اللي هي ايه او يعني تشوف مثلا اتنين في لقاء تلفزيوني متخنقين مع بعض هما بيتناقشوا مفيش فكرة تقبل الخلاف مفيش فكرة انه حد يسمع رأي هو مختلف معاه ويعرف يفكر فيه ده منتهي تماما حتى في مجال الرياضي تلاقي نفس التوحش والعنف والعنف المتبادل وعدم القدرة على استعاب اي رأي مختلف والطعنف كل رأي مختلف وتخوين اي رأي مختلف وتشويه اي رأي مختلف وصاحب الرأي المختلف يعني يعني واصحاب الرأي مختلف صاحب صاحب الرأي مختلف الرأي والقتل الأخ الدراما بقى الدراما كان فيه اشكالية كبيرة جدا وما زالت في رمضان قبل اللي فات كان اكتر واللي فات كمان كان فيه عدد من المسلسلات اللي بتعرض كان فيها نوع من العنف المفرط والعنف اللي يجي في شكل يغري بالتماهي معاه او يغري بتقليده ترجمة نانسي قنقر